كان اسمها مدرسة المجد وكان أهل عزلة العتنى في مديرية حرض بحجة يعرفونها جيدا إنها واحدة من مدارس عدة فجرتها ميليشيا الحوثي في مديريات حرض وميدي وحيران المبنى، الفصول التعليمية، المعلمون والحصص المنتظمة كل ذلك كان ماضيا قبل أن تضع الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي بصماتها على هذا المكان لم يبق إلا طابر الصباح وهؤلاء الذين تحدوا كل معويقات الحرب وظروف البلاد مؤمنين بحقهم في الدراسة الآن تحت الشجار وتحت في المساجد وتحت الخيام ولو يوجد لديه منهج تأليمي مثل الكتب لا توجد صبرت الحمد لله توفرت ولكن الكتب ما فيه شيء الآن ناشد لو توفرت الكتب والمنهج التأليم ووسائل ناقل وصالوا من الطلاب بعضهم من ناقل بأصافر ياصل سا ثمانية أحلامهم لم تنتهي بعودة مدارسهم القديمة إلا أنه أيضا لا آمل قريبا في أن يكون لهم مباني مخصصة للتعلم إرادتهم فقط من حولت شجرة ولوحة بيضاء ورمال الصحراء إلى مدرسة لا شيء يدل على أن عملية تعليمية يمكن أن تنضي هنا ومع ذلك تتولى هذه الشجرة مهمة احتواء عشرات الطلاب منذ الصف الأول وحتى الثالثة لابتدائي من الأسباب أيضا هم لا يريدوا مجتمع مفكف لكي يعرف منهج الحوثيين ومبادئهم وأفكارهم الضالة المظلة التي يبرأ منها الإسلام والمسلمين ما نلاحظ في هذه الأيام على أن نحن بدأنا في العام الدراسي وفي المناطق التي خارج الدمار بدأوا في التسجيل ويتوافدون أبنائهم إلى المدارس للتعليم أما أبنائنا في التشريد ومدارسنا مدمرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الواقع هنا أفضل المدرسة هي هذا الكوخ متجاهلين ضيق المكان وعتمة الضوء وتقلبات الطقز ونقص الكادر التعليمي أما هذه المنطقة فقد تقدمت أكثر لديهم مكان لكنه دون سقف أو أبواب يحدثونهم عن الحاضر والمستقبل إلا أن آيون الطلاب نحو الكاميرا